بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة الاي سي تي معاكم مستر أسامة يوسف وإن شاء الله النهاردة مع بعض هنشرح لسون سيفن بعنوان جرافيك آرت قبل ما نبدأ لو دي أول مرة تشوفوا القناة ياريت تشرفونا وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل أصحابكم يلا بينا نبدأ درسنا يلا بينا أول عنوان عندنا وهو ده موضوع الدرس بتاعنا مايكروسوفت بينت مايكروسوفت بينت ده برنامج بييجي مع الويندوز وده متخصص في التعامل مع الاميرج في التعامل مع الصور تقدر عن طريقه ان انت تعمل ايدت او تعدل على اي صورة موجودة عندك وتقدر تعمل الدروينج او الرسومات الخاصة بيك ده كله من خلال برنامج مايكروسوفت بينت بيقول لي هنا يعني ده برنامج مشهور بيساعدنا ان احنا نعمل ايدت على الجرافيكس او الرسومات بتاعتنا وكمان بيساعدنا ان احنا create your own drawing ان انت تعمل ارسومات الخاصة بيك وكمان ان انت تأيدت الامج او تعمل تعديل على الصور ولكن ده على الكمبيوتر ما بيبقاش موجود على الموبايل لا ده بيبقى موجود بس على الكمبيوتر لان احنا قلنا ان هو بييجي مع الويندوز نفسه فالويندوز ما بيشتغلش الا على الكمبيوتر انما مش بيشتغل على الموبايل طيب بيقول لي هنا بقى to open ms paint عشان نفتح برنامج مايكروسوفت paint ده هو بنفتحه ازاي ايه هي الخطوات بقى اللي احنا بنمشي عليها اول حاجة بيقول لي click on start up menu بعد كده بنختار منها حاجة اسمها accessors ولما بنضغط عليها بنلاقي البرامج اللي موجودة فيها ومن ضمنها برنامج ال paint يعني بيكون بالشكل ده كده دي ال start button لما بنضغط عليه بيفتح لنا ال start menu start up menu اللي هي بالشكل ده بعد كده بنضغط منها على ال accessors او windows accessors لما بنضغط عليها بيجيب لي البرامج اللي موجودة فيها فاحنا عشان عايز نفتح مايكروسوفت paint فبندغط بقى على برنامج الايه المايكروسوفت paint فبيفتح معانا بالشكل ده هو ده الشكل بتاع مايكروسوفت paint تعالوا بقى ندخل كده على مايكروسوفت paint ونتعرف عليه ونشوف الشكل بتاعه ونشوف ايه اللي موجود فيه ونقدر نعمل بيه ايه بالزبط فبيقول لي the top of screen is like word and excel and it includes نقط يعني top of screen لما نفتح برنامج المايكروسوفت paint ده الشاشة بتاعته من فوق كده فهي تشبه بالزبط الورد والاكسل بيبقى موجود فيها مجموعة من الحاجات زي الورد والاكسل بالزبط طيب ايه الحاجات اللي بتبقى موجودة بقى as a top موجودة في الشاشة بتاعت برنامج البنت ده فوق خالص اول حاجة عندنا المينيو بار المينيو بار ده عبارة عن زي شريط القوائم او المينيوز بيبقى موجود فيه مجموعة من الفينيوز زي الفايل وزي الفيو فلما بنقف عليها بيفتح لي لو قفنا على فايل كده بيفتح لي مينيو وقفنا على فيو بيفتح لي مينيو عشان كده سمينا الجزء ده اللي هو فوق خالص في الشاشة بتاعت البنت سميناه المينيو بار لان هو فيه مجموعة من المينيوز طيب المينيو بار ده بيتكون من ايه بقى بيقول لي it includes options for opening saving files and editing features يعني ايه الكلام ده بيقول لي المينيو بار ده في بعض الاختيارات اللي هي بتساعدني ان انا اعمل open ان انا افتح اي image موجودة عندي على الكمبيوتر مثلا وافتحها في برنامج البنت كمان لو انا اشتغلت وعايز اعمل save فمن المينيو بار ديت فيه option يساعدني ان انا اعمل save للشغل بتاعي والحاجات اللي انا عملتها وكمان في editing features او فيه بعض الخصائص وبعض الحاجات اللي انا ممكن تساعدني في عمل edit على الصورة تمام كده فده كله موجود في المينيو بار احيانا يجي لك سؤال يقول لك نقط include options for opening saving and editing features هنقول له ده على طول اللي هو الايه المينيو بار طيب ايه موجود بقى في شاشة المايكروسوفت بنت من فوق غير المينيو بار عندنا كمان والحاجة المهمة جدا اللي هي tool box او شريط او صندوق الادوات tool box ده include tools that you need to make your drawing يعني tool box بيكون فيه مجموعة من tools او مجموعة من الادوات اللي هي بتساعدني بقى ان انا اعمل drawing او الرسمة بتاعتي واللي هي بتساعدني ان انا اعمل حتى كمان edit او التعديل على ايه على photo او image ايه اه عندي على برنامج البنت فدي اه بعض tools اللي تبقى موجودة في ايه في برنامج البنت واللي هي بتساعدني في حاجة زي كده هنا بقى الحاجات دي يعني دي بعض tools اللي تبقى موجودة بس هنا طبعا بشكل اوضح شوية بعض tools اللي تبقى موجودة في tool box واللي بتساعدني ان انا اعمل ال edit بتاعي وان انا اعمل drone بتاعي يعني مثلا على سبيل المثال ده ال text tool ده هي الاداء لو انا عايز اكتب text على صورة معينة فعن طريق text tool في بعض البرامج بيبقى بدل ما هي letter t بتبقى letter a فدي برضو هي text tool وبتساعدني ان انا اكتب بيه مثلا هنا فيه المجنيفاير او زوم ده بيساعدني ان انا اكبر جزء معين من الصورة هنا مثلا الفيل وز كالر الشكل ده ده بيساعدني ان انا املأ او اعمل فيل جزء معين من الصورة بلون معين هنشوف الحاجات دي بشكل عملي كمان شوية عشان توضح وتثبت عندكم ان شاء الله هنا بيقولي بقى you can edit photos in paint ازاي ان انا اقدر اعمل edit للفوتوز او ان انا اعدل على صورة في برنامج البنت بيقولي you can fill color using color option ممكن املأ صورة او جزء معين من الصورة بالوان او بcolors معينة عن طريق الcolor option ودية هنشوفها بردو كمان شوية بيقولي you can change the size or direction of the photo اقدر اغير الصيز الحجم الصورة نفسه او ال direction بتاحها اتجاه الصورة اقدر ان انا اغيره بردو ايه من خلال برنامج البنت بيقولي كمان you can select and cut areas of the photo to use in your drawing by cropping اقدر ان انا اسلكت جزء معين من الصورة and cut واقطعه يعني لو في صورة مثلا في جزء معين من الصورة عايز ان انا اقطعه فبعمل له select الاول كده وبعد كده بقطعه عن طريق اداة وتول مهمة جدا اسمها الايه cropping tool فنعرف cropping tool ديت نعرفها كويس لان دي بيجينا فيها اسئلة كتير يقولي لو انا عايز اقطع او اعمل cut لجزء من الصورة ده بيكون عن طريق ايه او using ايه فنقول له using cropping tool او crop tool خلاص كده يا حبيبي طيب بعد كده بيقولي to add text to a photo لو انا عايز اضيف text للصورة طيب هضيف text ده ازاي بيقولي click on the bottom right corner of the photo تعالى للصورة اللي انت عايز اضيف لها text واضغط بقى على bottom right corner تعالى في ال corner كده اللي هو التحت على اليمين تمام واعمل ايه بقى drag your mouse to the right until you have enough white space to write your text يعني عشان نكتب text على فوتو معينة بنيجي للكورنر بتاحها كده اللي هو تحت ناحية اليمين ونسحب بال mouse نعمل drag كده بال mouse فبيظهر لي مكان ان انا اكتب فيه text اللي انا عايزه وهنشوف الكلام ده بشكل عملي برضو كمان شوية في ملاحظة هنا مهمة بقى في الاخر بيقول لي ايه بيقول لي Microsoft Word also offer graphic tools to create a graphic يعني برنامج الورد اللي احنا عارفينه واللي احنا بنستخدمه ان احنا نكتب text او نكتب report او نكتب مثلا homework بتاعنا بيقول لك ان برنامج الورد ده هو فيه امكانيات وفيه options ان هو بيعرض لك graphic tools بعض التولز او الادوات اللي ممكن استخدمها في ال graphic عشان اcreate a graphic عشان اعمل رسومات معينة تمام بيقول لي طيب يعني دي حاجة طبعا مفاجأة وحاجة جديدة بالنسبة لنا برنامج الورد اللي بيكتب text فيه graphic tools واقدر من خلاله اعمل graphics اعمل رسومات معينة اه تقدر طبعا تعمل حاجة زي كده طب ازاي بيتم ده بقى قالك هتلاقي فوق في برنامج الورد ده في المينيو بار في موجود حاجة اسمها insert او مينيو اسمها insert فبيقول لي هنا click on the insert menu bar to see different options هتلاقي بقى لما تضغط على insert دي مجموعة من ال options اللي بتساعدني ان انا اcreate graphics او ان انا اعمل رسومات زي ايه مثلا لما نضغط على insert هتلاقي في حاجة اسمها shape فهدية نختار منها shapes او اشكال كتيرة جدا مستطيل مربع دايرة نجمة حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تجربوها كمان ممكن نختار icons اشكال كتير جدا للايكون فيه كمان حاجة اسمها 3d models وفيه smart smart art فديه كلها حاجات بتساعدني ان انا اcreate graphics في برنامج المايكروسوفت وورد تمام فلو جلنا سؤال مايكروسوفت وورد يقدر من خلاله اcreate graphics true or false طبعا true لانه هو فيه بعض التولز الخاصة بالايه الخاصة بالجرافيكس واللي بقدر اجيبها من ال insert menu bar تمام كده يا حبيبي طيب تعالوا بقى مع بعض كده نشوف عملي برنامج البنت ده ونشوف ازاي ان احنا بنستخدمه وازاي ان احنا نعمل بيدرونج ونعمل اديت على image معين دلوقتي كده احنا فتحنا مع بعض برنامج البنت بيكون الاسم بتاعه موجود هنا هوت حتى ان هو اسمه بنت اول ما بنفتح البرنامج زي ما احنا عارفين وزي ما شوفنا الطوب سكرين او اعلى الشاشة بتاعت برنامج البنت بيبقى موجود فوق خالص كده اللي هو ال menu bar اللي احنا شوفناه وده فيه مجموعة من ال menu's لو انا قفت على file كده بيفتح ال menu وقفت على view بيفتح ال menu عشان كده سميناه ال menu bar تحت menu bar موجود عندي toolbox او صندوق الادوات وده زي ما قلنا فيه مجموعة من tools اللي هي بتساعدني ان انا اعمل graphics او drawing بتاعتي اللي انا ايه اللي انا عايزة طيب خلونا نبدأ كده لو انا عايز افتح صورة موجودة عندي على الكمبيوتر صورتي مثلا الشخصية او اي صورة وعايز افتحها في برنامج البنت عشان اعمل عليها edit فهفتحها منين ها احنا قلنا من شوية ان انا عندي المنيو بار بيديني options ان انا اعمل opening ان انا افتح صور وان انا اعمل saving ان انا اعمل save او احفظ ايه احفظ الصور دي بعد التعديد فهاجي على المنيو بار لو عايز اعمل او افتح صورة بقى بيبقى من file بعد كده اختار open تمام بيقول لي بقى هنا بيفتح لي كده ويندو زي دي ويقول لي اختار الصورة اللي انت عايزها ده من الكمبيوتر بتاعي فهاجي مثلا اقول له انا اختار الصورة دي مجرد ما بعمل لها select واعمل open فبتفتح الصورة دي عندي فين في البرنامج البنت بتاعي طيب الصورة دي خلاص فتحت عندها هي ببدأ بقى اشوف التول بوكس في مجموعة من الادوات اللي انا ممكن ان انا ايه استخدمها او ان انا ممكن اتعامل مع الصورة انا لو عايز بدل ما الصورة دي الخلفية بتاعتها بيضة انا عايز ادي لها لون تاني وليكن مثلا لون yellow او orange او اي حاجة زي كده فهعملها ازاي هنا بقى بيقول لي انت التول ديت هتملها بايه فانا هنا دلوقتي كده التول دي لو ضغطت عليها هاملها باللون الاسود انا عايز لون تاني اللي هو مثلا الجولد ده فخلاص اخترت اللون الجولد دهوت وبعد كده باكد تاني على التول ديت لما انا ضغطت عليها كده فمعناها ان انا لما اجي في اقف اي مكان وضغطت بالطول اللي اسمها فل ديت هتملالي الجزء ده باللون الجولد اللي انا ايه اللي انا اخترته طيب تعالوا نشوف كده عشان نطبق الكلام انا وقفتي هنا مسلا على المكان الابيض ده وضغطت كده كليك شوفوا ايه غير لي لون البجر او الخلفية كلها البيضة خليها لي باللون الاصفر او اللون الجولد ده كمان اقدر ان انا اعمل ايه اضيف اي شيء او اشكال معينة فمسلا اختار مسلا النجمة ديت عايز النجمة مسلا باللون ده هاجي هنا واعمل بالشكل ده عايز جمال نجمة هنا فيش مشكلة خالص عايز نجمة بلون تاني اه بنفس الطريقة كده اختار مسلا شكل تاني من النجوم اهوت تمام عايز مسلا ايه اللون ده اعمل به نجمة وهكذا بايه عايز مسلا اعمل سهم بالشكل ده فممكن اعمل السهم كده ايه تاني ايه شكل بقى من الاشكال دي ممكن ان انا ايه اختار وممكن ان انا اعمله زي ما انا عايز طيب لو انا عايز يبالى دلوقتي قدرت ان انا اعمل اشكال بالشكل ده واقدر ان انا اعمل شيبس اي شيبس اعملها واضيفها على الصورة بتاعك طب لو عايز اضيف تيكست بقى للصورة فاضيف التيكست ازاي هنا بنلاقي في الطول بوكس في عندي الطول اللي هي الخاصة بالتيكست اللي هي حرف الايه ده لو جيت وقفت عليها كده فظهر لي كلمة تيكست ضغطت عليها وجيت في المكان اللي انا عايزه بقى اللي انا عايز اكتف فيه وبضغط من تحت كده واسحب من تحت الفوق اهوات فاتحدد لي كده مكان بيقول لي اكتب بقى فيه الكلام اللي انت عايزه فهنا ممكن اكتب ايه بقى رمضان كاري في الشكل ده واقدر مسلا احركها شوية ممكن اخليها فوق ممكن اخليها تحت بس تحت هنا ممكن يكون ايه انسب ايه انسب شوية تمام كده يا هبايبي يبقى احنا كده عارفنا ازاي ان احنا نغير لون معين في الصورة ازاي ان احنا ندخل ازاي ان احنا ندخل ازاي ان احنا ندخل ازاي ان احنا فيه تولز تانية بقى كتير موجودة ممكن تجربوها وتقولولي ايه ايه رأيكم وبعد ما نخلص الكلام ده كله عايزين نعمل او نحفظ بقى الكلام اللي احنا اشتغلنا عليه ده فبنيجي من هنا من المينيو بار من الشكل ده كده ونضغط عليه عشان يعمل لي ايه يعمل لي سيف للشغل اللي احنا عملناه على الصورة طيب زي ما احنا متعودين تعالوا بقى آآ ناخد بعض الاسئلة على الدرس ده عشان نعرف الاسئلة بتجدنا هنا ازاي وازاي نتأكد ان احنا فهمنا الدرس بتاعنا كويس نومبر ون زي نوقت برو جرام طبعا من اكتر البرامج المشهورة في عمل الادت للبيكشورز والجرافيكس ده اللي هو عندنا برنامج المايكروسوفت بينت نامبر 2 The opening screen of the paint program include opening screen اللي هي الشاشة الافتتاحية يعني اول ما بنفتح برنامج البينت كده بنلاقي موجود في ايه عندنا موجود عندنا المينيو بار وده اللي احنا شفناه والتول بوكس كمان اللي فيه التولز اللي بتتعيدني في عمل الجرافيكس يبقى اللي اتنين دولت بيبقوا موجودين يبقى اللي اجابة هنا اعتبقى ايه اللي هي الاداة اللي بتساعدني في تقطيع جزء معين من الصور طيب True or false Number 1 In paint you can't add tickets to an image هل ما اقدرش اضيف tickets للامج بتاعتي في البنت لا طبعا ايه False Number 2 Paint toolbox provide all the tools you need in your drawing True اقدر من خلال التول بوكس ده بيبيني tools وادوات كتيرة تساعدني في عمل drawing او الرسومات اللي انا عايزة Number 3 The upper part of the paint program is similar to the world برضو true بيقول لي هنا ال upper part الجزء العلوي من برنامج paint الجزء اللي فوق ده بيكون زي برنامج الورد طبعا صح ليه لان فيه menu bar وفيه toolbox برضو حاجات شبيهة ببرنامج الورد Number 4 To open the paint program click on accessories folder then start up menu لا هنا بقى ايه False لان انا لما اجي افتح برنامج البنت بضغط الاول على start up menu بافتحها الاول وبعد كده منها بختار الايه بختار الاكسيزوريس وجوه الاكسيزوريس فولدر ده بلاقي برنامج البنت بكده نكون وصلنا لهاية الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل صحابكم بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة